اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلنت صحيفة بلجيكا 24 منذ ظهور هذا المرض في بلجيكا يقدم لكم موقع بلجيكا 24 التطورات والمستجدات الخاصة بوضع هذا المرض في البلاد بدأت وزارة الصحة الفيدرالية ومعهد في اتباع طريقة مغير الإعلان عن تطور الوباء في بلجيكا فبدأ من الإبلاغ عن الحالات المستجلة كل 24 ساعة سيتم الإعلان عن الحالات بالمتوسط اليومي لسبعة أيام بالمقارنة بالأسبوع السابق تظهر أرقام معهد الصحة البلجيكي اليوم 22 يوليو إصابة 534 شخصا بهذا المرض في بلجيكا في ذلك اليوم هذا الرقم هو الأعلى منذ بداية شهر مايو الماضي وسجلت بلجيكا إجمالا 65.700 حالة إصابة بهذا المرض منذ بداية هذا المرض في بلجيكا ويبلغ المعدل للعدد اليومي للحالات الإصابة بالفيروس بهذا المرض في الأيام السبعة بين 16 و 22 يوليو 255 حالة في اليوم يقرن هذا بمتوسط يومي 149 فقط في فترة المراقبة السبعة الأيام السابقة وتتحمل مقاطعة أنترويبن وتتساعد حالة هذا المرض حيث تم تسجيل حوالي نصف الإصابات الجديدة في الإقليم الشمالي أنترويبن النائب عميد كلية الطب والصيدالة يطالبوا بإغلاق أنترويبن بالكامل حياة الإنسان لا تقدر باليورو كما تشفوا نائب عميد كلية الطب والصيدالية قال لهم خاصكم تبلعوا ندينة أونترويبن بالكامل حيث الإنسان يعني قالوا هما يقدرش عندنا باليوروب يعني بالفلوسوب الله لأن أونترويبن يعني يجلقوا فيها بزاف دل المرض في هذا يعني بالمرض اللي راح كاين لا ينجينا ولا ينجيك اللي جعل بيهزينا هذا الوباء في أقرب وقت طلب ديرك ديفوري أستاذ الطب العام بإغلاق مدينة أونترويبن البلجيكية تماما وذلك بعد تفاقم تفشي هذا المرض بالمدينة وقالت ديفوري النائب عميد كلية الطب والصيدالة في جامعة بروكسل الحرة فيبي إن هذا هو الحل الوحيد لمحاربة هذا المرض ويضيفه لو كان هذا الوضع في بلدان أخرى لكان القرار تم تنفيذ منذ وقت طويل ويوضحه البروفيسور ديفوري أخشى أن نكون مصارمين مع منطقة أونترويبن التي تضم 55% من الإصابات الجديدة مضيفة لأحد يحب ذلك ولكن علينا أن نعود إلى وضع لا يستطيع فيه الناس سوء الخروج لشارع الطعام أو الذهاب إلى الطبيب فالنار بدأت في الشعال على حد وصفه ويشير نائب عميد كلية الطب في جامعة بروكسل الحرة إلى وقوع منطقة أونترويبن التي زادت بها حالات تفشي هذا المرض إلى 77 إصابة في الأسبوع لكل 100 ألف نسمة وقال في أرمانيا المنطقة التي بها أكثر من 50 حالات إصابة لكل 100 ألف من السكان يتم وضعها تحت الحجر الصحي فلا يوجد قرار آخر يمكن تنفيذ في مثل هذه الحالات ويعتقد السيد ديفوري أنه كان ينبغي اتخاذ القرار بالفعل مضيفا أن مصدر العدوى أخذ في الانتشار وعلى المدى الطويل فإن فلندر بأكمالها أو حتى بلجيكا كلها تخاطر بالإغلاق في الإصابات في فلندر حاليا وصلت إلى 22 إصابة في الأسبوع لكل 100 ألف نسمة في حين أن بروكسل ووالونيا بلغت 13-11 حالة فقط على التوالي بحسب أحدث الأرقام اليومية هي 421 حالة في فلندر بما في ذلك 285 في منطقة أرونترويبن و46 في بروكسل و43 في والونيا إذا لم نسلم هذه الرسالة وإذا تم وإذا لم تتدخل السلطات فإننا نتخذ نحو السيناريو حجر الصحي عام السلطات غير مسؤولة تجاه المواطنين ويأسف ديف روي لأن الحجر الصحي سيئ جدا بالنسبة للاقتصاد لكن حياة الإنسان لا تقدر باليورو وإن التردد سيكلفنا الكثير وفي المقابل فإن قرار موظفي أزمة المقاطعة في أونترويبن بقصر في قاعة الاتصال على 10 أشخاص لمدة أربعة أسابيع يجدوا استحسانا في نظر أستاذ الطب لكن يجب أن ينطبق على المدينة بأكملها ويصر على أن أونترويبن يجب أن تكون محظورة بالكامل وأضاف في الوقت الحالي يجب أن تكون شجاعا جدا لعدم اتخاذ أي قرارات إن السلطات ليست مسؤولة أمام المواطن والناخب وأن الحجر المحلي سيؤدي إلى تراخي في أماكن أخرى من البلاد من أن ينطبق على المدينة بأكملها ويصر على أن أونترويبن يجب أن تكون محظورة بالكامل وأضاف في الوقت الحالي يجب أن تكون شجاعا جدا لعدم اتخاذ أي قرار إن السلطات ليست مسؤولة أمام المواطنين والناخب وأن الحجر المحلي سيؤدي إلى تراخي في أماكن أخرى من البلاد وخاتم السيد ديفروي حديثا قائلا يمكن أن يكون إشارة وتحضير من أنها بمتابعة عودة بلجيكا بأكملها للحجر الصحي شو البنات هما أونترويبن لقوا فيها المرض بزاف ويتفق من عندهم المرض قال لهم لازم نخسنا نبلعو الحدود يعني أونترويبن للمدينة ديها أونترويبن خاصهم يصدوها يصدو عليهم ويصدوهم الحاجر الصحي باش هذا المرض ما يتكاطرش لأن كما قلت لكم بلجيكا مهدى باش يكون الموجة الثانية عندها ويبالعو وقال بلجيكا يديروا عليها الحجر الصحي نتمنى ربي يرفع لنا هذا الوباء وإن شاء الله الحالة تولي مزينة والدنيا تولي مزينة يا ربي يا ربي يا ربي يدعا وإن شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء ويعني هي صعيبة صعيبة ماشي سهلة باش يعني دائما نبقى في هذا الحالة ودائما الوحد خايف في أي حاجة يدينها بالخوف ووحد لأنه خاف قال لهم يعني حياة الناس ما غا تقدرش بالفلوس ولا باليورو يعني نقولوا غا تدع الاقتصاد ديانا ولا يعني هما هما رهم يقولوا خافوا يعني ليلة هالله سفي يعني عاد بلجيك يالله كحلو الحدود ديانا كل شيء ولا هو خدامين حتى بغاوا يدروا على التاني الحجر الصحي يعني ماشي سهل دخلوا للحجر الصحي الدفوع المرة اللي ولأ وتوليوا المرة التانية علىه ماشي سهل وصعيب الأمور ولا يجعر بي إن جينا ويقدر لنا مقادة الخير ولا يجعر بيرفع لنا هذا الوباء كما كنتشوفو يعني جورتوم ما جورتوم ما قدرت على العالم كامل قدرت على العمل كامل على العالم كامل بأكمله والله العليل العظيم يا لنا كل شيء بنا دمقنا يعني مقنطنا يعني كل شيء مزدود ما قدينا شمشوا ببلادنا نشوفوا عيلاتنا شوفوا حبابنا يعني ماشي سهل باشتولي الحجر الصحي التاني سلاما شكرا